اشياء لا يود الممرض انك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض نتكلم في هاي القناة عن التمريض مهنة العظماء فاذا عجبك العنوان هاند واشنج البسل جلاوز هات الماسك وتعال اتكلمنا قبل هيك في فيديو عن اشياء يود الممرض انك تعرفها اليوم بدنا نتكلم عن العكس تماما لانه في اشياء احنا منتعرض لها في شغلنا ما بتهم اي حدا ولو عرفها ما راح يقدرها فاحسن انه انت ما تعرفها من هذا الاشياء مثلا انه انا حاليا في مزان سيئ الممرض انسان متعلم ومتدرب وفاهم نظري وفاهم عملي وماهر وعنده ضمير وبشتغل ميت شغله وبهتم في الف شغله بتابع صورك وفحصاتك وادويتك وكتير اشياء انت مش ممكن تتخيلها لكن في نفس الوقت الممرض انسان فممكن يزعل ممكن يتعب ممكن يمرض ممكن يضيع مصاري ممكن يتهاوش مع اي حدا ممكن سيارته تتخالف ممكن انت ترفع صوتك عليه او تهينه باي طريقة وفي النهاية البناده عنده اعصاب بتحمل لدرجة معينة بعديها بزعل فمهما قسر الممرض معك ومهما انت كنت جرهانه حاول باي طريقة انت ما تحبطه لانه بحاول باي طريقة انه يخلص صحتك احسن ويومك احسن من الاشياء اللي ما بديك تعرفها انه انا بعرف نتيجة فحصك غالبا طبيعي ولا لا الممرض مش صعب عليه انه يعرف حتى لو كان الفحص اول مرة بيسمع فيه مش صعب ابدا انه يعرف نورمال ولا ابنورمال لكن قارونا كنظام مستشفى فيش نظام مستشفى بالدنيا بيسمح للممرض يعطيك معلومة الطبيب هو شغلة يقولك السكرك عالي وضعف الكلا فيها ايش غلط ضغطك طبيعي هذا مش شغل الممرض فلو انا عارف وضعك كويس ولا لا فمنوع احكي لك هذا مش دنبي هيك نظام المستشفى بعض الممرضين خاصة اللي عندهم خبرة احيانا ببلغوا المريض بنتيجة او ثنتين من كل الفحصات او ببلغوا باهم فحص او ببلغوا باكثر ايش بيخوف وفي ناس يعني بتترك التقدير لنفسهم انه شغلة بقدر ابلغ وشغلة ما بقدر شو الحل للوحيد استنى لما ييجي الدكتور واسأله انا لو ظلتي تقرر فيه وتحقق معي لبكرة الصبح ما رح اقول لك شو وضعك رقم ثلاث المريض في الغرف اللي جنبك جاعد بموت ممرضين غالبا بكونوا مشغلوين طول اليوم ممكن امر عليك ويقول لك 10 دقاي اكبر جعلك واغيب ساعتين لما تكون انت انسان واعي صاحي ومش موجوع وفيش عندك اي مشكلة والمريض في الغرف اللي جنبك باقيله في الدنيا ساعة او ساعتين فانا مهتم جدا ان اظل جنبه اطول وقت ممكن اخفف واجعه اكثر وقت ممكن اواسي اهله اكبر وقت ممكن احاول ما اطلعش من غرفته الى ان يتوفى وكون عملت اللي علي في نفس الوقت من حق المريض شوية خصوصية ما بقدر كل يوم اجيك اعطيك تقرير عن كل المرضى في المستشفى ومين موجوع ومين مش موجوع ومين قاعد بموت ومين لانه هذا الحكم الشغلك فلو تعرضت لهذا الموقف انه انا وعدتك ارجع لك وما رجعت استوعب لحالك انه عندي اشي اخطر منك بكثير واصبر عليه شوي لانه الموضوع محتاجي شوية احساس رقم اربعة اصبر شوي بدي دور على المعلومة احيانا بكون حظك الحلو انه انت مصاب بمرض فيش حدا بالدنيا مصاب فيه غيرك او فيش حدا بالبلد هاي مصاب بهذا المرض غيرك او انا مع انه خبرتي طويلة احيانا بسمع بامراض عمري ما سمعت فيها فبتعطينا عشر دقاج بدخل على جوجل بفوت على اي موقع طبي موثوق وبشوف شو معنى مرض كده وكده بدي اشوف شو اعراضه شو علاماته شو مضاعفاته كيف بتعالج عشان لما تقول لي بنفع اخذ اسبرين اقول لك اه او لا بنفع اخذ مضاد حيوي اقول لك اه او لا مش اعطيك معلومة من عندي وانا اصلا مرضك عمري ما سمعت فيه فلا تستغرب انه الممرض ما بعرف كل ايش في الدنيا هذا ايش طبيعي احنا مش ملائكة انا مش متذكر اسملك حسب نظام او حسب قانون معظم مستشفات الدنيا او حسب قانون المسائلة الطبية في كل البلاد المتقدمة اسم المريض يعني انا واجف في الممر او جاعد على الكونتر مع اي ممرض ما بنفع اقول له انا بدي علج علبة اليوليكوز لفلان الفلاني لانه هاي معلومات سرية يمكن انت ما بتحب حدا يعرف وين انت او ما بتحب تعرف شو اللي بوجعك بعض الناس من اسم الدواء بنعرف شو مرضه على طول فانا ممكن اقول لزميلي بتروح على غرفي بتين وثلاتة عش اعطيه كده احنا بتعودين انه نشير للناس باسماء الغرف بسميك ميتين وثلاتة عش مستحيل اظل بتذكر اسمك طول العمر فلما شوك في الشارع وتقول لي مش متذكرني اه طبيعي جدا اكون مش متذكرك انت جعت عندي اسبوع وخرجت من المستشفى قبل سنة فالسنة انا شفت اربع تلاف واحد غيرك تزع ليش مع انه انا من الناس اللي بيقول عنهم ذاكرتهم كويسة وبتذكر اسم المريض وبتذكر وجه المريض لكن مجرد ما تدخل على المستشفى وتذكر انك مستلم ست سبع مرضى وراح تشطل لكل واحد عشرين الف فحص وراح تعطي لكل واحد ستين سبعين ابرة ما بمرك ساعة من الشفت اللي انت ناس المرضى نفسهم شو بدهم وترجع للملف تجرى من الورو جديد عشان تذكره فكيف واحد صلو اسبوع او شهر او سنة مروح على بيته رقم ستة الان كتب لك خروج مش معناته رح تروح كمان خمس دقائق هذا الاشي بالذات يمكن اضمه لقائمة الفيديو الماضي انه اشي انا نفسي اياك تعرفه مش معناته الدكتور قل لك بتقدر تروح باليوم معناته خمس دقائق بتكون في البيت فيه اجراءات طويلة فيه ادوية بدها تتجهز وصفة خروج فيه اغراض بدك تستليمها من الامنات فيه ناس بدها تيجي تنظف غرفتك فيه محاسبة بدها تجهز لك فاتورة اذا انت بمستشفى خاص فيه ممرضة بدها تعمل لك تفقيف صحي اذا انت مثلا متشخص جديد بمرض زي السكر مثلا بدها تيجي تعلمك كيف تجيز السكر وكيف تعطي لحالك الانسولين بالبيت وكيف تعمل الفصات وكل اكم تيجي على العيادة والى اخره فالموضوع مش كن فيكون انت لو بدك تنزل على المحاسبة راح اقول لك انا كل ربع ساعة بشوف مريض تعلي كمان ساعتين فيه ثمانية قبلك كمان ممكن يصير معك اي مضاعفات فيه ناس وهو قعد بعملوله الخروج بتلاقي زادت الحرارة اغمي عليه فجأة وقف قلبه فيه عيني بعتوها على المختبر ضاعت فجأة ان انا اسحب غيرها قبل ما تروح وهكذا وتنساش انك لما تسألني خمسة عشرين مرة ليش يتأخر الخروج لو كل واحد نص دقيقة انت هيك ضيعت من وقت اتناعشر دقيقة يعني انت اللي اخرت حالك مش انا رقم سبعة احيانا انا ما بعرف هذا الدواء لاش اشي وحيد لازم انت تعرفه كويس حتى لو كنت بتفهمش بالطب هو ادويتك كل واحد لاش وقيمت تشربه وشو مضاعفاته وشو البدائلة له الممرض قانونا مش مجبور انه يشرح لك كلش عن الدواء لانه الطبيب شغلته يشرح لك عنه الممرض شغلته يتأكد منك انك عارف كل واحد شو اسمه وانت ينشرب رح يسألك بتعرفهم ولا لا رح تقول له اه بس والادوية اللي في العالم كثير جدا وفيه ادوية عمرنا ما سمعنا فيها بعض الادوية لها اكثر من اسم تجاري وبعض الادوية بكون لها اكثر من استخدام فالدواء نفسه ممكن يستعمل مسكن المخافض حرارة انا بعرفش الدكتور كاتب لك ايه عشان يوقف لك وجعك ولا عشان نزل لك حرارتك فلازم تسأل الدكتور ليش هذا الدواء كاتب مش تسألني انا لانه انا مش في قلب الدكتور رقم ثمانية ما بقدر اقول لك انت لازم تنتقل على العناية المركزة بعض الممرضين اللي بيكون متعين جديد صعب يعرف انه المريض الفلاني شكله رح يتعب كمان شوي لكن الممرضين اللي عندهم خبرة سنوات طويلة بيعرفوا هذا الحكي في دلاء المعينة تدل انه هذا المريض قاعد بالدهور فاذا جيت حطيت جنبك استوانت الاكسجين او تأكدت انه الجرس شغال جنبك او حطيته في ايدك لا تخاف اذا جبت ممرض قلت له خليه قاعد جنبه لا تقوم من جنبه ممكن يدوخ او يقع عن السرير في اي لحظة لا تخاف هذا الكلام معنات انه انا خايف عليك وحابب اني اخصك برعاية معينة دون باقي المرضى لانه عارف انه وضعك صعب لانه عارف انه وضعك رح يتخور في اي لحظة ممكن اني يجي وقت البريك تبعي ما اروح الغداء لانه عارف خلال ثلاثة اربع دقايق جيات رح يصير فيك اشي فانا ما بقدر اقول لك انت رح يوقف جلبك كمان عشر دقايق خليني اشتغل براحتي وذا صار فيك اشي هيك واجع في ايد واحد بخاف ربنا رقم تسعة اوعى تيجي تقول لي انا بارتاحش الا على الدول فلاني او انا عندي حساسية من كل المسكنات مع ده المورفين او البتدين او الترامدول واكتب كل بساطة رح تطلع لفوق انه صدقت صحيح انه كما مرد درسونا انه تقدير الالم حسب كلام المريض يعني انت لو بلتلي وجعي عشرة من عشرة انا لازم اصدق انه اصعب وجع مر عليك في حياتك لكن تيجي تقول لي انا حاسس انه وجعي عشرة من عشرة وانت ماسك التلفون وقعد تبعث مسجلات لخطيبتك او جاعد تتفرج على مقاطع مضحكة على تيك توك وبتضحك او انت كابنت جاعد بتحطي منكير ع اضافرك وتقول لي لي وجعي عشرة من عشرة وفي الاخير انا عندي حساسية من كل اشي مع ده ترامدول قول انك مدمن وخلص يعني انا ما بنضحك عليك وبرضو قصة انه تيجي تقول لي وجع على رجلي كوباية شاي والرجل فيها دائرة هيك يعني مرسومة بفرجار دائرة بالملة قول انك جايب البخاخ هذا تبع وحط القداحة قدامه وحارج نفسك عشان تقعد شهرين في البيت وراتبك ماشي بصدقك اما تيجي تقول لي وجع عليها كوباية شاي طب كوباية شاي بكون فيه خيط هيك سايل خيط هيك سايل الدائرة ما بتكون بالملة مرسومة فالنقطة لأ انه انت مش رح تقدر تضحك على ممرض اخر شغلة انا ما بقدر اقولها لمريض بس لازم يفهمها لحاله اطلع من المستشفى باقصى سرعة ممكن المستشفى من اصعب الاماكن انك تعيش فيها كمريض او كانسان احنا بنعمل المستحيل عشان نطهر كل الزوايا والاكان والاسرة والشراشف لكن مهما عملنا لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نطهر كل مليمتر مكعب في المستشفى فمهما كان المستشفى مهتم حتى لو كانوا افتتحون بارح بيظل بيتك انظف واكثر تعقيما وتطهيرا من المستشفى فاذا قدرت تاخد ادويتك او بدل بالوريد تحولها لكابسولات وتروح ما في مشكلة اذا قدرت تخلي الكانولة بايدك ويجيك ممرض مرة او مرتين باليوم يعطيك الادوية وتكمل علاجك في البيت قلهم بدي اروحها مسؤوليتي مش منطق انك تدخل عشان التهاب بسيط في اسبع رجلك الصغير اتروح معك التهاب كبد وباء او اتروح معك ايدز عشان غزيت بابرة احنا دائما بنجدر الشكر من مرضانا وبنقول للكل بدنا نشوفك كزائر مش كزبون او كمريض يعني بالكتير بحب اشوفك وانت جاي تبارك لوحدة ولدت جديد انه اجاها ولد لكن اشوفك موجوع انا ما بحب اشوفك موجوع ومع ذلك مش طالب انك لا فلوس ولا علبة شوكولاتة ولا جزازة عصير ولا كل هالجسس بكفي كارت عليك كلمة شكرا او ورده ويخلف عليك في النهاية بدك تتذكر انه اي واحد بيشتغل في المستشفى من المدير لاجل عامل نظافة اختار يشتغل في هذا المكان بس لانه عنده ضمير وحاب يساعد الناس فاي اشي انا ما باقول لك ياه هو لمصلحتك ولو عرفته في احتمال 90% تفهمني غلط فخلينا اشتغل براحتي وانت اليك بالاخير الطيب الاخوة الزملاء لو في ايش في بالك كممرد لازم ينضم لهاي القائمة اكتب لي تحب التعليقات ولو عجبك الفيديو ولايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديد اول بول والسلام عليكم ورحمة الله